بس في جزئية مهمة جداً سمعناها الفترة الأخيرة وما كانش فيها توضيح هل ميكالي فعلاً طلب الرحيل عن منتخب مصر الأولمبي بناء على الأزمة الأخيرة اللي حصلت في عدم اندمان بعض اللاعبين للمنتخب الأولمبي أو الاختراط اللي كان عايزها ما كانش عارف ياخدها هل طلب فعلاً الرحيل؟ صاقاً ما طلبش أولمبي أنا بص أنا بقى إحنا مصر ميكالي معانا بالسمرار ويعني مش عاوز أقولك يوم ويوم اجتماع هاتوا مصر ميكالي ما أنا بقولك معانا ومع الوزير هاي تمام؟ وبشكر دكتور أشرف صبح لأنه بصراحة له اليد الطولة معانا في كل شيء في كل شيء بصراحة ممكن أقول جملة عطرة ديانة لا مش في حاجة ما أنا حقول لحدك أنا فاهم أنت عاوز سأقوله أنا بس أنا حكاعة يعني هقولها له كل الاحترام وطبيعي جداً دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة يكون مطلع على كل شيء وكل الاتحادات لا مش مطلع على كل شيء ما يخص الرياضة المصرية أنا دائماً بسمع يعني اسم وزارة الشباب والرياضة دائماً في كثير من القضايا والأمور المتعلقة بكلة القدم واسمح لي أقول لك كده وكأن لا يوجد اتحاد لكلة القدم المصرية قادر أنه يدير اللعبة أقول لها دائماً ودائماً نسمع أن الوزارة تدخل الوزيرية تدخل الوزير بيعمل ليه تمام حقول لها دك حاجة فضل زي النهاردة أن احنا التعديل موعد المباريات للساعة الخامسة والنصف بدأ من الساعة أربعة بعد المطالبات ده قرار بيجي من الحكومة من ممثل الحكومة دكتور أشرف صبح تمام فلازم هو اللي يتدخل مع دورة رئيس المجلس الوزارة اللي بنشكره على الموافقة النهاردة صحيح الدكتور أشرف دايماً داعم لمنتخباتك يعني في أي تامنين تلاقيه رايح الناس رايح بصفته وزير وبصفته يعني عشق للرياضة فبتلاقيه دايماً رايح وبيشجع وبيسافر وراء المنتخبات عندك مثلاً أزمة في طائرة خاصة وبيس تسافر معكش السيولة ساعتها محمد صلاح هو كابتر حسام حاسم يتدخل تمام تمام في برضو أحاول لك في موضوع عكاة محمد صلاح الناس برضو أحملت الأمر يعني فوق طاعته قوي قوي انت شفت كابتر محمد صلاح مع كابتر الحسام في المعسكة داخلنا عمليني ازاي تمام هو ممكن في فترة من الفترات ده مثلاً مصاب مريح هنا برضو السوشيال ميديا لما احنا أنا قلتها الاسبوع اللي فات يعني عندي خدت المسأل بقى بتاع الست ماري مونيب حط طوبة على طوبة أكل عشنا زي ما بنقول هل اتحاد الكرة قادر على التواصل مع محمد صلاح بيتواصل مع محمد صلاح ولا الوزير فاكل اللي بتواصل مع محمد صلاح محمد صلاح ما لا يعرفه على الناس من أبسط الناس اللي حد تتعامل معه أشهد بدا أنا في كاس الأمم ان شاء الله تبقى فالخير كاس الأمم في الكاميرو اللي قبل اللي فاتت كنت متواجد أول واحد يكون في التمرين هو اللي بلم لعيبة يقعد في لحظات السمر بتاعه في المطعم يبقى واقف لغاية ما كله يقعد كبتن بمعنى الكلمة تمام أما تيجي تتعامل مع صلاح علاقتنا بيه كلنا طيبة للغاية بقولها على الهواء طيبة للغاية جدا جدا و لما بيرجع و انت قابل في التمرين بيقابل الناس بحمامية و مبسوط دكتور عابب مين في اتحاد الكرة بيتواصل مع محمد صلاح في أستاذ جمال علنان بيتواصل مع صلاح تمام في بعض الأحيان العلاقة العامة عندنا برضو صلاة محمد صلاح و انت بتسايل له كل حاجة و هم اللي بتعاملوا معه في الدخول فما فيش مشكلة في جزادي يعني مش لازم الوزير يتدخل للوصول لمحمد صلاح بس في الموضوع الأخير ده الناس حملت وصلت الأمور ان في صدام وي 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 فهنا لازم ان احنا نفك نوضح للناس ما فيش مشكلة خالص